وكما أسلفت الذكرى في العناوين نستضيفه سيد محمد أيد سيد محمد مدرب معتمد في مهارات التفوق الدراسي مرحبا بكم ضغط الاختبار كيف فرض نفسه في هذه الفترة دي الاستعداد لاختبارات الباكالوريا بنسبة التلاميذ اللي كي شاهدونه وش هناك من وصفة لتدبير هذا الضغط بسم الله الرحيم شو كان بنسبة للضغط في الحقيقة كين وكنتظن أنه أول حاجة اللي خاصة تكون هو واحدة تشخيص مباشر يعني الأسباب هذا الضغط وأسباب كثيرة منها أسباب شخصية دي اللي بدأ لي وأسباب كتعلق بالبيئة خصوصا الأسرة كتأثر على مدى يعني يعطى الطفل أو الطالب صفة عامة بالنسبة للعلاج أو أمور تساعد على تحطي تعني المهارات يعني شنو المهارات اللي ممكن يسلكها هذا التلميذ المرشح باش يدبر هذا المرحلة صحيح بعض المهارات أولا أنه يكون الاستعداد جيد للامتحان لأنه الاستعداد الجيد يعطي نتائج جيدة وبالتالي الإنسان أو الطالب كي يكون كيراجع بدون توطر بينما كيحدث الطلبة أنه كيخلي المراجعة تقلب الامتحانات وبالتالي كيكون ضغط هذه مسألة مهمة مسألة أخرى وهي يعني تقسيم المواد الدراسية إلى فترات زمنية مسألة أخرى وهي يعني فترات اللاحة أخذ فترات اللاحة لابد منها أحيانا أنك اللحظ أنه تلميذ يعني في آخر فترة كما أسلفتم بالذكر أنه في آخر فترة دي الاختبار كيعد عنده ضغط كيكون عنده تراكمات شنو الطريقة المتلى في المراجعة مثلا أحيانا تلاحظوا أنه التلميذ كي يراجع من صباح المساء في الزوال يعني بشكل عشوائي هنا ننصح الطلبة والتلميذ على عدم الصهر لساعات متأخرة من الليل لأنه في الحقيقة الصهر يعني شيء سلبي الأفضل أن يكون يعني أن تكون مراجعة في الصباح الباكر ثم إن كانت مراجعة مع أشخاص آخرين يعني يكون واحد الفارق منسجين يراجع معه يكون أفضل أيضا تحدث الإيجابي مع الذات لأنه الطلبة أحيانا يعني كيتتحدث بطريقة سلبية مع ذوتهم وكينتظرون نتائج سلبية كيكون خوف كيكون يعني وكيكون أحيانا إشاعات من طرف التلميذ والطلبة أنه الامتحان سيكون قاسح صعيب بعض المرات كيقولوا بأنه مثلا نسبة النجاح ستكون 40% دونك ما عندناش حضود كثير بزاف هذو مسائل مراجعة الجماعية ممكن نعتبرها أنها ضمن المهارات أم أنه يحبد المراجعة الفردية يحبد في الحقيقة يعني كل واحد والطريقة اللي كيحبد يعني بالنسبة لهذا التلاميذ والطلبة لكن بالنسبة للمراجعة الجماعية ينصح منها أن لا تكون أكثر من ثلاثة الناس لأنه إذا كانوا أكثر من ثلاثة الطلبة كتحدث فوضى في المراجعة ما كيبقاش تركيز على هذا مسألة مهمة أخرى وهي تركيز على الهدف إحنا كنسميه الحافز ما هو الحافز من الدراسة ما هو الحافز من المراجعة إذا كان الحافز ووضع الهدف يعني واضح وهذا سيكون من بداية السنة سؤال الأخير وبعشالة سي محمد بالنسبة للأسر كيفاش ممكن أن تساعد الأبناء على تجاوز هذا الضغط خاصة أنه أحياناك القناة الأسر هي اللي كتشحن تلميذ بصيغة أو بأخرى صحيح كما قلت كتشحن التلميذ بصيغة إيجابية أو بصيغة سلبية ننصحت الآباء أن يوقفوا مع أولادهم والطلبة والتلميذ في هذه المرحلة لأنها مرحلة على عصيبة يوفروا لهم جو ديال المراجعة جو دراسي وهذا ويكونوا تحفيز وتشجيع من الآباء ما يكترش عليهم أيضا لابد منه كما قلت قبل أنه يكونوا فترات ديال المرحلة ماشي الآباء يوقفوا على أولادهم أنهم خاصتهم تراجعوا 24 ساعة إلى 24 ساعة وهذا شيء سلبي لكن لابد من فترات ديال المرحلة وفترات للترفية على النفس وبالتالي سيكون مراجعة إيجابية وحد موفق لكل المرشحين لاختبارات باكالوريا سيد محمد أيد سيد محمد مدرب معتمد في مهارات تفوق الدراسي شكرا لكم على كل هذه التوضيحات